أبو عبيد عاد وقال يمن الحكمة والإيمان وقال هم تضمنوا مع غزة ودفعوا عنها بما تقتضيه أخوة الإسلام هذا أبو عبيد جاهل هذا قاله أمس هذا جاهل لازم يعلم يتق الله ربه هيهدم علينا الدنيا بأسرها ويهدم علينا والله يا أبو عبيد يعني أخرج لتتكلم بلسان المجاهدين لكن بعد أن تتعلم وأتوني ببعض كلمات للمجاهدين وقالوا وقال أن إيران بما فيه أمنع وجاز وأرجاس وأنجاز في العقيدة من الداخل من المجاهدين فأخرج تكلم بكلام تتعلمه والحاصل أن يمن الحكمة ليس الحسية الحسية يقولون أن عائشة زانية كيف تقول ذلك يا أبو عبيد نحن نعلمك ما جهلت الآن فاتق الله ربك وتعلم الحسيون يقولون بأن عائشة زانية من تقول أنهم أهل نصرة والحكمة يمنية والعلم يماني يقولون أن أبو بكر كافر عمر كافر يقولون القرآن محرف يكذبون الله الذي قال إن نحن نزلنا الذكر وإن نحافظون يا أبو عبيد تعلم وأنا لن نجعلك لقمة سائغة عند اليهود لكن كيف ترمي ترمي بنفسك كذا عند من يسب نبيك عند من يتهم نبيك اتهاما فظيعا كل العوام يعرفون لما رجل امرأته زانية وتركها على ذمته زانية إلى أن مات ماذا يسمى يا أبو عبيد اتق الله ربك وتعلم أنتم تريدون مش تضيع غزة ستضيعون الدين بأسره اتقوا الله ربكم لو كان ختالكم لله كان واجب عليكم أن تقفوا مع يعني وقفة رجل واحد على نصرة الله أنتم كده تخزلوا النبي صلى الله عليه وسلم تخزلون نبيكم أنا أريد لكل فكرهم فكركم يتقوا الله ربهم ويطلعوا يطلعوا بيننا ما هذا أبو عبيد جاهل يتعلم أنتم بقى فين علماءكم أنتم القاوم يقولون بأن عيشة زانية اليوم الناس يقادوا قالوا بأنها لم يقوم عنها لحد الخبيث ابن الخبيثة اللي اسمها بس الخبيث ابن الخبيثة اللي حيموت عشان يطلع معي من شهر كامل أركض خلفي بيقول هي اللي طلعت بصدرها للرجال ابن الخبيثة منهم أهو يا أبو عبيد ألا تتق الله ربك هل أنت تنصر من بتنصر من أنت ها هأنت بتخزي النبيك بتنصر ايه بقى فين اللي بتنصره فين مصر النبي مصر النبي اللي بتنصره الآن والخبيث ابن الخبيثة بيقول عن عيشة زانية وانت تقول حكمة ويمن الحكمة ألا تتق الله ربك يا رجل أي جهاد أنت فيه الآن أنت تجاهد عن مصر الرسول وتنصر من يقذف زوجة الرسول ها تتق الله ربكم أنا ما أعرف وأخرج ولا ما أخرج أنت تتحملها عند ربك لو خرج وقال ذلك نحن ندعو ها أتحملها المرة الأولى عندما أرسل لك سؤال عن أبو عبيد عندما قال أول كلمة أخواننا قال ثم أنت قلت ثبت العرش ثم أنقش وجدت في التعليقات من يسدد هذا القول أثبت لك أنه قال أنا من بعث السؤال حينها عمتا عمتا أنت تتحملها أمام ربك وأعلم أنك ثقة فهمني وأحنا ننصح الآن يا أبا عبيدة نحن معك لا تضيعنا الله يهديك يا أبا عبيدة لا ترضى بقصف زوجة نبيك تلويس في راش نبيك ألا تتق لها ربك يا جماعة الخير ستتضيعون وتضيعوا غزة وتضيعوا الدين وتضيعون كل شيء فين جهدكم ها بتجهدوا ايه ولا بتجهدوا مين ما أنا أريد أفهم جهد ايش أما أنت بترفع فوق ناس بيسبون النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون الله يا رجل يقولون القرآن محرف يا أبا عبيدة الروافد لا ينسرون دينا الروافد هم الذين ضيعوا القدس الروافد هم الذين ضيعوا الخلافة ابن العلقمي ابن الخبيثة هو اللي دخلوا لكه على بغداد وقته الملايين ناصر الدين التوسي ابن اليهودية هو الذي خرب على الناس ودخل الفلسفة على العقيدة يخربون الأديان والأبدان الحوثي يحارب الأديان والحوثي لعبة في يد اليهود خفية ما تفعلون يا أبا عبيدة جاهج هذا الحق حتى لا يغضب الله عليك وعلى من معك فتكونون في القاع النار أنا أعرف أنكم لا ترتدون بذلك حقا ولو علمتم أنهم يسبون النبي وأنهم يغذفون عائشة لا يمكن أن يهدأ لكم بال ولا أن ترتدوا بذلك وهذا الذي نعوله عليكم اتقوا الله ربكم أي أخوة إسلام وهم يقولون خراب محرف أي أخوة إسلام وهم يقولون عائشة زنية أي أخوة إسلام وهم يقولون أبو بكر كافر عمر كافر الله يسمعكم من إداءنا وتتعلموا ونسأل الله أن ينفع بذلك وأن يجعلنا ممن ينصر دين الله أنا بقى أريد الأبواق الهمج الرعاعي اللي بيخش علينا يهجموا الهمج الرعاعي يطلعوا الآن فين الهمج الرعاعي الآن ألا يتقوا الله ربهم وينصحونه لعله يسمع منهم قناة الجزيرة هذه القناة المغرضة هذه القناة التي تروج للحوسية الكافرة ألا تتقلها ربها وتخرج وتقول أن الحوسية يقولون بأن عائشة زنية هذه القناة المغرضة التي تدخل إيران على كل العرب ألا تتقلها ربها وتبين أن إيران بتكذب الله وبتقول القرآن محرف إحنا أتينا لكم من المعممين وهم يقولون إجماع أن القرآن محرف وإجماع عندهم من لم يقل بأن القرآن محرف فهو كافر أنا الآن أنادي على على الهمج الرعاع العوام أنه اطلعوا انصحوهم لأننا نحن وهم في بوطقة واحدة لو خرقوا في السفينة الخرق لغرقوا وأغرقون فأنا فأنا هذا إلى أخي الفاضل المجاهد إلى أبي عبيدة إلى إخواننا الذين معه علموه لا يخرج فيتكلم بكلام يحملنا نحن الجبال ما يرتدي بأن يلوث فراش النبي يمدح من يقولون بأن الله استغفوا الله يقولون بأن الله كذب لأن الله قال إننا نحن نزلنا الذكر وإننا لو لحفظونا وقال لا القرآن محرف ولفي أدكم ده ثلث القرآن فقط وبالإجماع من لم يعتقد تحريف القرآن فهو كافر إليكم النبأ العظيم فاتق الله اتق الله أيها الرجل اتق الله ابا عبيدة حتى حتى يجعلك الله مع النبينا والصدقين والشوداء والصالحين أنتم على خط النار أنتم على نهاية فاجعلوا نهايتكم لله وجعلوا جهادكم لله وانصروا الله وانصروا رسوله الحوثيون يلوثون فراش النبي الحوثيون يكذبون الله الحوثيون يكفرون أبا بكر وعمر هذه لكم براءة ساحة وبينا لكم ثم ننظر هل تعاندون وتبقون على نصرة والمتح في من يقول بعائشة زنية أم تتراجعون وتتقون الله ربكم فتنقذون وتنقذون أنفسكم سنرى الأمر إليكم الشيخ محمد لو طلع أحد وقال أنتم ألجأتمهم إلى الاستعانة بالروافض لأنكم لم تكن سنيين يا عم نحن السنيين خذلناهم شوف أنا أنزل معك لما قلت نحن السنيون خذلوهم الله لن يغذلهم لما لا تتجه قلوبهم لله الله لن يغذلهم قال الله ما ينتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم الله معهم هم بعملوا ربنا على الريب ما عندهمش قوة إيمان وعقيدة ألم يعلموا بأن لو كان الله معهم فمن عليهم ألم يعلموا بأن الله نصر الأمة الإسلامية في مؤتة ثلاث ألاف وثلاث ألف في القادسية في اليارموك متى متى قاتلنا القوم بعد وعتات الأمر في العقيدة التي في القلب فليتقوا الله ربهم أصلاً يا شيخ محمد لو تنزلنا معهم أن نحن من ألجأناهم لذلك أليس هذا التضييق اختبار من الله لهم اختبار وقلت لك اختبار لقلوبهم حتى لا يعملوا ربهم بالريب بل باليقين ويعلمون أنهم لو نصروا الله نصرهم الله إن تنصروا الله ينصركم جزاك الله خير الله يغفر لنا ولهم ويعلمنا وإياهم وأسأل الله أن يصل إليهم هذا القول رضاً لله لنا فعلان وأن يعملوا بهذا الباب وأن يرجعوا عما قالوا وأن يعلموا الدنيا بأسرها أنهم ينصرون الله وينصرون رسوله لا يخزلون الرسول أنتم تقولون نحن ننصر بنحافظ على مصر الرسول لا حافظ على عرض الرسول الأول يا حبيبي يا أبا عبيدة أنت جاهل فتعلم أنك تحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل المصر حافظ على عرض النبي أنصر عرض النبي إياك أن ترتضي بمن يقول بأن عائشة زنية قم قم فاستيقظ من هذه الغفلة حفظكم ربي وعلمكم ونسأل الله أن ينصرنا وننصركم واجعلنا من الذين قد باعوا أنفسهم لله حقا وحملوا الأمان حقا ونصروا الله حقا ونصروا النبي حقا هذا هو أدى الأصل رضي الله عنك السلام عليكم